زي ما عودناك ودايماً صباح الخير يا مصر كل يوم بيعمل كشف حساب لتسع سنوات من ثورة الثلاثين من يونيو برامج الحمال الاجتماعية بتعد من أبرز وأفضل الأشياء اللي أثرت على المجتمع المصري وعلى المواطن المصري بشكل كبير ما فيش شك أن البرامج دي اللي الدولة اشتغلت عليها أكتر من برنامج من بعد الثلاثين يونيو كانت بتدعم بشكل كبير الفئات والأسر الأولى بالرعاية البرامج دي ساعدت في أنها تمتص أي تدعيات اقتصادية على فئات كتير منها محدود الدخل وخصوصاً مع توسيع مظلة الحمال الاجتماعية بعد تضويق برامج الإصلاح الاقتصادي اللي نفذتها الحكومة في عام 2016 أعتقد أن برامج الحمال الاجتماعية هي التزام ومبدأ يمكن أقرته الحكومة المصرية يمكن كان كمان البرنامج الأهم في الحمال الاجتماعية لو بنتكلم على برنامج مهم جداً زي تكافل وكرامة اللي ابتدى فيه 2015 وارتفعت ميزانيته لـ 22 مليار و 500 مليون جنيه سنوياً وزاد عدد المستفيدين منه لـ 5 مليون و 22 ألف أسرى بالمناسبة ميزانيته أو ميزانيت الدولة بتتحمل تمويل 4 مليون و 600 ألف أسرى مستفيدة ويتم التنسيق مع تحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي اللي بيتحمل تكاليف 600 ألف أسرى الباقيين ده طبعاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية اللي بتدعم أنشطة الدعم النقدي تحت مضلة برامج الحمال الاجتماعية رقم ضخمة جداً اللي بتقوليها يا بسانت يعني في الكلمة مثلاً في حوالي 5 مليون أسرى مستفيدة فيه شعوب كتير عددها 5 مليون وبتتكلمي فيه 22 مليار فيه منزنيات دول بتوصل إلى 22 مليار وده بيحصل في وقت فيه أزمة روسية أوكرانية وفيه تدعيات اقتصادية على العالم ولكن الحكومة برنامجها هو الإنسان أولاً زي ما احنا عارفين والإنسان المصري من أهم الأولويات قبل أي شيء تاني لذلك الحكومة حطت ده نصبة عينيها في الأيام الماضية خلي ما ألكو برضو أن مظلات الحمال الاجتماعية مش بس تكافل أخرى ما الناس ربما تعتقد ده لا فيه برامج لدعم المسنين يعني على سبيل المثال كل شهر بيتم تقديم دعم نقدي لحوالي 475 ألف مسنين يعني حوالي نصف مليون مسنين التكلفة بتصل لحوالي 2 مليار و 600 مليون جنيه سنوية ده أصلاً غير إعفاء المسنين اللي عمرهم فوق السبعين سنة من قيمة تذاكر المواصلات العامة والقطارات ومتر الأنفاء كمان أيضاً في دعم بيقدم لذوي الهمم في أكتر من مليون شخص من ذوي الهمم والحكومة عاملة شغل هايل في الملف ده تحديداً بيحصلوا على دعم نقدي بقيمة تصل إلى 5 مليارات و 200 مليون جنيه سنوية أرقام ضخمة زي ما قلتلك والفئات اللي بتستهدفها فعلاً هي الأولى بالرعاية في وقت ربما تكون الأحوال مادية صعبة ولكن المسنين والزوي الهمم الحكومة حطاهم نصبها أرقام ضخمة فعلاً وعرف حتى يا مستفى يعني المواطنين اللي يمكن أحوالهم أو دخلهم يمكن أحسن شوية يعني طبعاً حالتهم المادية أفضل شوية من المستحقين تكافل وكرامة أو اللي خرجوا من البرنامج بعد تحصن أوضاعهم المعيشية برضو الدولة بتوفر لهم مضلة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج اسمه فرصة البرنامج ده بيوفر تمويل مشروعات متنهية الصغر لهؤلاء الأشخاص عشان يتنقلوا من خانة الدعم إلى خانة التمكين والإنتاج وخلق فرص عمل لتحسين مستوى المعيشة بالنسبة ليهم وطبعاً مواجهة عباء الحياة طبعاً يعني دي من الحاجات المهمة لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطد أنا بالنسبة لي دي من حاجات برضو أو برنامج فرصة من حاجات مهمة جداً 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 لأنه أنا النهاردة أنا ساعدة الناس دي تطلع بره يمكن أحوال معيشية صعبة شوية لأحوال معيشية أفضل شوية لكن كمان أنا بديهم فرصة أنه يلا اشتغلوا انتجوا كونوا فعالين في المجتمع كونوا فعالين لبلدكم ونفسكم معاكم هوا فرصة حققوا بقى فيها نجاح أنا عايز أقولك أن لو حتى ده بيتم على مستوى الحكومة عندنا التحالف الوطني للعمل الأهلي بيعمل حاجات أفضل من كده أنا النهاردة مثلاً بعلمهم مشروعات صغيرة ومتوسطة لا التحالف المدني عنده برامج مخصوصة لدعم الطلاب المتميزين حقيقي يعني أنا النهاردة بصرف فلوس وبأكل شخص أو مواطن طب أأكله ولا علمه فجامعة محترمة ويصرف على عيلة لمدة 50-60 سنة طبعاً يتعلم فهو الدعم أشكاله كتيرة أنا النهاردة ممكن أديك دعم ولكن يموت النهاردة أو يخلص بعد ما تككل الأكل لكن النهاردة لما أعلمك أو أديك حرفة أو أديك علم أعتقد أنه هو ده يعني أفضل مفهوم يمكن أن نتكلم عليه أكيد وإحنا زي طبعاً ما معودين المشاهدين أن نحنا بنتكلم في كل حلقات صباح الخير يا مصر في شهر 6 عن يمكن الإنجازات اللي حصلت بعد 30 يونيو في التسع سنين اللي فاتت إيه اللي حصل كنا فين وبقينا فين النهاردة نتكلم عن برامج الحماية الاجتماعية فقليكم معنا لغاية العشرة صباحاً لكي نتكلم بالتفصيل معنا فقرة عن هذا الموضوع بالتحديد أهلاً بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر بنصباح لحضراتكم مرة تانية صباح الخير يا مصر